وعن الموضوع يسعدنا أن نرحب الخبير القانوني والسياسي المحامي محمد دحلي أهلاً وسهلاً معك بنا في بانوراما أهلاً وسهلاً بك معنا في بانوراما مساء الخير لك والشميع المشاهدات المشاهدين طيب بداية من أين برأيك جاءت تقديرات الشرطة الإسرائيلية بأن الانتخابات المرتقبة والخطاب السياسي سيؤدي إلى تطرف غير مسبوق في الخطاب السياسي وخصوصاً الذي جاء في شبكات التواصل الاجتماعي والربما أن يؤدي الأمر إلى اعتداءات لأشخاص ولناشطين سياسيين يعني أولاً الشرطة لا شك أن لديها أجهزة تقوم بمراقبة ما يحدث على الشبكات التواصل الاجتماعي من حيث وطيرة العنف ومن حيث ما يقال هناك رصد لهذه الأمور رصد لمظاهر العنف النابع من تطرفات سياسية أو من مناكفات سياسية بين الحزاب المختلفة بسبب هذا الرصد وأيضاً بدون هذا الرصد ممكن لكل من يراقب ما يجري في الشارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحتى في البرلمان نفسه يرى بأن البلاد هي على صفيح ساخن أن الأمور ملتهبة جداً عملياً منذ أشهر حتى منذ المعركة الانتخابية السابقة ولكن هذا الأمر ازداد حدة في الأشهر الأخيرة والآن مع الإعلان عن الانتخابات وخاصة الحملة التي تستكون على حزاب العربية وعلى بوضوع مشاركة حزاب عربي من عدمه في الإتلاف كل هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى مظاهر قد تصل إلى العنف الكلامي أو حتى العنف الجسدي وليس فقط عنف على وسائل التواصل الاجتماعي العنف في إسرائيل يستشري ليس فقط في المجتمع العربي وإنما بشكل عام ومثل هذه الاعتداءات على ممثلي جمهور أثناء أدائهم لوظيفتهم أثناء إلقائهم خطابات في أماكن جماهيرية أو حلقات بيوت أو مشاركتهم في تظاهرات مختلفة قد يحصل مثل هذا الأمر خاصة وأننا نرى أن كثير من منتخبية الجمهور وبشكل خاص من اليمين أمثال كيش وكرعي وغيرهم الذين لا ينتقون كلماتهم وهم بنفسهم يحرضون متابعيهم بالفعل على العنف وقد رأينا في الأيام الأخيرة تصعيد من قبلهم معناه أنهم سيقومون بقلب الطاولة رأساً على العقب وسيقومون بإلغاء كل التعيينات التي تمت من قبل الحكومة الحالية حتى وصل بهم الحد إلى تهديد المستشارة القضائية للحكومة إلى درجة أنه أدى إلى تقديم شكوى من قبل بعض عضاء الكنيسة ضدهم في الشرطة يعني يريدون أن يعاودوا التحكم بالقضاء وبالأمن وكل هذه الأمور كيف تقرأ أنت استطلاعات الرأي الأخيرة بالنسبة لنتائج الانتخابات يعني نحن أو تحدثت استطلاعات الرأي عن 34 مقعات للليكود 6 مقاعد لقائمة المشتركة 4 مقاعد لقائمة الموحدة 21 مقعد ليش عتيد يائر لبيد يعني الاستطلاعات كلها تدور بنفس الفلك وتعيدنا إلى نقطة البداية ونتائج انتخابات مماثلة للانتخابات السابقة كيف تقرأ هذه النتائج؟ يعني أولا هذا الطريق المسدود هو أيضا قد يؤدي إلى المزيد من العنف يعني المعسكران وخاصة معسكر بن يمين نتنياهو يريد هذه المرة أن يحسم المعركة ويريد أن يحصل على أغلبية تمكنه من السيطرة على الحكومة أولا وثم ربما التأثير على محاكمة نتنياهو وإغلاق ملفاته ربما إقالة المسشارة القضائية للحكومة السيطرة على تعيين القضاء خاصة في المحكمة العليا الإسرائيلية وما إلى ذلك النمور وهذا بحد ذاته قد يزيد من رغبتهم في استعمال كل الوسائل بينما في ذلك وسائل العنف من أجل حسم هذه المعركة بالنسبة لنتائج المرتقبة طبعا ومالك استطلاعات الرأي ولكن برأي كلها ما زالت سابقة لأوانها نحن ما زلنا بعيدين عن الانتخابات أربعة أشهر على الأقل وبالتالي الاستطلاعات الرأي الآن لا تدل بالتأكيد على ماذا سيحصل يوم الانتخابات خاصة وأن الساحة السياسية في البلاد دائما تشهد تحالفات وتكتلات واختفاء أحزاب وانسحاب شخصيات ودخول شخصيات جديدة قد تغير بالنتائج النهائية إضافة إلى ذلك يجب أن أتذكر أن هناك العديد من الأحزاب وذكرتي القامة العربية الموحدة أيضا ميريتس وحتى حزب العمل وأحزاب أخرى هي تتأرجح على حافة نسبة الحصن أربعة أعضاف البرلمان وهذا بطبيعة الحال الآن هذه النتائج ولكن قد تكون النتائج مختلفة بيوم الانتخابات وإذا اختفى أحد هذه الأحزاب مثل حزب بيمينة بعد استقالة بينت منه أو أي حزب آخر فقد يؤثر هذا بطبيعة الحال على الخارطة السياسية برمتها ولذلك التكاهم الآن هو تكاهم صعب والاستطلاعات يجب أن ننتظر إلى فترة نكون فيها قريبين من الانتخابات وأن تكون الخارطة السياسية وتشكيلاتها واضحة حتى على المستوى على الخارطة العربية والحزاب العربية رأينا أنه بالأمس تم تسجيل أو قبل يومين تسجيل حزب جديد في النقب من شخصيات معروفة في النقب تسجيل مثل هذا الحزب طبعا سيكون له تداعياته بكل تأكيد على القائمة العربية الموحدة التي لديها داعمين كثر من النقب وقد يؤدي في حال فعلا خاضى هذا الحزب الانتخابات منفردا أو مع القائمة المشتركة أيضا قد يؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية وقد يشكل خطرا على تأثير القائمة العربية الموحدة في الكنيسة المقبلة طيب ألا تعتقد أن الأحزاب السياسية باتت اليوم أكثر خبرة في قواعد اللعبة الانتخابية وهم يعلمون أين يتجه صوت الناخب لديهم رؤية معينة أين هو صوت الناخب الذي سيكون حاسم في الانتخابات من وجهة نظرك إذا ما قرأنا الآن الأحداث التي تحصل الآن ليس فقط الأحزاب الأحزاب لا تعمل بفراغ أستاذ مرام الأحزاب تعمل بواسطة خبراء يعرفون بالضبط كيف يحللون يعني الأراء والاتجاهات لدى الناخب والمشاعر ونبض الشارع في البلاد حسب كل ما ينشر في الأون الأخيرة وحسب ما يشعر به كل مواطن على ما يبدو الذي سيحسم هذه الانتخابات هو ليس الموضيع المألوفة والمعروفة يعني ليس ملفات نتنياهو ولا فساد نتنياهو ولا ربما حتى الرغبة بتغيير نتنياهو أو الخطر على المحكمة العليا وبالتأكيد ليس القضية الفلسطينية بكل أسف أو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنما أهم القضايا الحارقة اليوم هو موضوع غلاء المعيشة وضين العيش والضغط الكبير على كل المواطنين في البلاد يبدو أن هذا ما يقلق غالبية المواطنين في البلاد بالأساس اليهود وأيضا العرب بطبيعة الحال والأحزاب التي ستهتم بهذا الموضوع أو التي ستقوم بإعطاء وعود وتعاهدات بأن تعالج هذا الموضوع إذا نجحت الأحزاب الحالية أثناء الحكومة الانتقالية حتى موعد الانتخابات فهذا سيؤثر أيضا وإن لم تنجح فإن تعهدات أحزاب أخرى في هذا المضمار سيكون لها برأيي دور كبير ربما في تغيير أو في نقل ناخبين من حزب إلى آخر أو حتى من تكتل إلى آخر بمعنى التكتل بين يمين نتنياهو أو التكتل المسمى التكتل التغيير أخيرا الليكود وكأنه متأكد من فوزه عندما نستمع لما يقوله أعضاء الليكود من تغيير المستشار القضائية للحكومة والتدخل في تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإسرائيلي يبدو الليكود كأنه متأكد من فوزه وأنه سيعود إلى السلطة هل فعلا الليكود هو الأوفر حظا وبالتحديد نتنياهو سيعود إلى بلفور؟ لا هذا ليس واضحا هذا ليس واضحا الليكود واضح أنه هو الحزب الأكبر حسب كل استطاعات الرأي وهذه ستكون النتيجة حتما ولكن هل هذا معناه أن بنيمين نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات؟ هذا الأمر مشكوك به جدا ليس فقط بسبب النتائج في الانتخابات السابقة وإنما أيضا بسبب عدد المقاعد الذي يحصل عليها هذا المعسكر معسكر بنيمين نتنياهو حسب كل الاستطلاعات لا تتعدى الـ 59 عضو كينيسد ربما هم يبنون على أن أيانا تشكيل مضمونة وأنها ستنتقل من حزب أو من تكتل التغيير إلى تكتل بنيمين نتنياهو أو معسكر بنيمين نتنياهو ولكن أيانا تشكيل من غير المضمون أن تنتخب أصلا هم يبنون أيضا على أن تنضم القائمة العربية الموحدة إلى مثل هذا المعسكر هذا أيضا غير مضمون ليس فقط بسبب أي تردد قد يكون لدى القائمة العربية بالانضمام إلى مثل هذا المعسكر ولكن رأينا أن حزب الصهيونية الدينية في الماضي رفض أن ينضم لإتلاف في الانتخابات الأخيرة قبل عام رفض أن ينضم إلى إتلاف يكون جزء منه حزب عربي أو القائمة العربية الموحدة وبالتالي حضوظ بنيمين نتنياهو لم تتحسن كثيرا عما كان في الماضي وهو لا يزال يراوح برأي نفس المكان الذي كان به منذ الانتخابات الأولى قبل خمس معارف انتخابية الخبير السياسي والقانوني المحامي محمد دحلى شكرا جزيلا لك